موسيقى موسيقى عدد الأعضاء اللي هم المفروض يضغب أسواقهم ثلاث تداف عدد في حالة وصول العدد للغاية للخمسين في البيئة زي الواحد متى عقد الجمعية العمومية ما شاكين في أقبال يعتبر أقبال لأول مرة في الشكل وفي النوع في العدد وفي النظام يمكن الناس كانت فرحانة جدا بعودة الحياة لأستاذ النادي المصري الموضوع حافز ناس كتير إنها تليجي الإنجازات التي قام بها النادي مجلس الدارة والسيد المحافظ ووزير الرياضة كل هذه إنجازات اللي تمت من نادي التماعي من فلقة من تجديد من أمس بالسادة الثالثة على التوالي مع النادي المصري حب الناس من نادي المصري هرسوهم على استمرار الإنجازات كل ده النهاردة بيترجم في سندوق النسبة التصويت النهاردة يمكن تحصل وفاجأة وأعتقد أن يمكن تحصل وفاجأة ويجتمل النصاب في اليوم الأول في تاريخ مدى المصري في حالة عدم الجمال والنصاب الأرض بكرة بتضعقد الجمعية إن شاء الله يوم الجمعة من الساعة واحدة أقف صلاة الجمعة إن شاء الله وهنا بنحتاج 20% فقط ثم وأقف نقارق مع أعضاء الجمعية الحمومية لإبداء الآراء ومنقف الترفعات والتوصيات والتوصيات حابين مع حضرتك تقول لنا النادي المصري رجع مبارح يتمرع في الأستاذ فريل أول إمتى هنشوف النادي المصري بيلعب على البطولة الكوردرالية في الملعب هو كان التولاد عقا وطرونية وانتهت 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 وكل البيانات حتى السيد اللواء المصري المصعدة ورزيزي المرآة القناة وسادة دواء زيكي الصلاح الهيه أمن برسعين السيد اللواء مركان الحرب وحفظ المصعدة دواء عادي خطان ساعدوا النادي المصري وساعدوا مجلس إدارة النادي المصري بسرعة عودة الحياة إلى ملعب النادي المصري المباح كان أول تمرين للطريق أول لحضور الجماهير اللي كانت متواجدة ملك المدرج البحلي اللي اهنا من الصمر تحته المدرج الغربي بدون أي أراسة تشديدات أمنية أو تنظيم أمني مع احترامنا للشرطة بالنسبة الناس كانت فرحانة الناس عايزة توصل صورة كويسة الصورة وصلة بشكل مبهر جدا أدهش الجميع خلال الكل حتى اللي كان متوجس من العودة الجماهير في التمريمات الوقت الكل بيتاملنا تكرارها سيطة تجربة إن شاء الله طويلاً بيشوف مماريات في ملعب النادي المصري وإن يكون إن شاء الله ربنا يوفقنا في الدور 32 مقرر في مباراة وإن شاء الله المباراة القادمة تكون في ملعب النادي المصري إن شاء الله شكراً